السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة لشابتر ثري بالنسبة اللي هو قلنا شنو هو كيفية الوصول الى اماكن بالذاكرة كيفية الوصول الى اماكن بالنسبة الى اللي حنستخدم ويها الانستركشن الى اللي هي موث اللي حنقدر نوصل منعدها الى اماكن بالذاكرة شو راح اساوي هاي اماكن بالذاكرة مثلا عندي فد مغزونة بمقام معين بالذاكرة اشلو انا جاي خليها بهاي الرجستر زمانة الـ CPU شلو انا اصلي هذا المكان بالذاكرة باستخدام طبعا هنان الريال مود عم زيام فال الادراسيج مود اه بيه عدة انواع بعدة انواع لو انادي نشوف هاد جدول هاد جدول جدول كل شح حلو شيقول عندنا عدة انواع طبعا اول شي قبل ما ندخل قبل ما ندخل بيه انواع 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 الادرس احنا نعرف كل الزيان كل الزيان انه شلون نحصل على اللوكيشن او من خلال ادراس قلنا ادراس اه كل لكل لكل سيجمينت الها ادراس معين مثلا كود سيجمينت اوه فلما اقول له اقول له ادفت رقم مخزون اه بهذا المكان بالذاكرة واحد واحد اثنين ثلاثة قلنا شوان يوصل هذا المكان بالذاكرة يجي يجي شوف اه بما انه هو طبعا هذا رقم بين قوسين فما عادة اتعامل يجي ياخذ الرقم اللي موجود بالداة سيجمينت الداتا سيجمينت مثلا اذا كان الداتا سيجمينت مثلا بها الف فراح يجي يضرب الالف في عشرة ويزيد هذا الرقم يزيد الرقم فوقها واحد واحد اثنين ثلاثة اذا شغل يطلع يساوي واحد 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 اثنين ثلاثة هذا هو الافكتف ادراس رح ياخذ هذا الرقم ويروح وين يروح للميموري يروح للميموري يشوف اش قد اكو هنا اش قد هنا مثلا هذا الرقم اش قد اكو اكو فاليو بهذا المكان بالداقر مثلا بيها مية راح يجي لل اي اكس راح يجي لل اي اكس راح يجي بالمية يخليها وين اوكي اوكي remo وطبعا اذا كانت هاي المية هي عبارة عن ااء تمثلي重 اكس اها نبر وحتصير هنا لصفرين بالاي ال ال واحد راح يجي بالاي اي اتش اه ت entit الوصف هذا كلش مهم الاختاريس كلش مهم بها الطريقة دائما اول شي نشوف اشوف الاختاريس طبيعته هو رقم ما عدنا استخدم او هو بي اكس اذا كان عبارة عن بي اكس فا ايضا نستخدم او هو عبارة عن الاس بي الاس بي هنستخدم منه هنستخدم الستاك سيجمنت رح نجي نستخدم الاستاك سيجمنت في عشرة زائدين الاس بي وهكذا بالنسبة لبقية الاف سيد هالطريقة كلش مهمة زيان نرجع الى الانواع الادرسي مود اول نوع هو الرجستر الرجستر شي سوي اه يتعامل ويه تو تو رجسترز يعني ينقل فاليو ينقل فاليو ينقل رقم من رجسترز من رجستر الى رجستر اخرى من بي اكس مثلا الى اي اكس مجرد عملية نقل بسيطة مثلا اذا كانت البي اكس بها خمسة راح يجي ينقل الخمسة بالاي اكس لو نجي نطبق اهنان بالاميليتر وانتنا اه اميليتر مثلا اقول لها اول شي طبعا نخلي قيم بها موب اي اكس خمسة وخمسين اتش طبعا لما نريد نخلي قيم معينة بالرجسترز فهذا نسمى اكس هو احد انواع الادرسين مود فهذا نسمى اه اه موجودة اه موجودة هنا اه اميديات اميديات رجستر مود فلما نريد نخلي قيمة رقم معين بالرجسترز اه لازم نعرف شو نخلي وى حرب ان خلينا حرف اتش معاناتها راح يخليلي الرقم نفسه 55 كله راح يخليه وين بالرجستر لو نجي نشوفه هنا نران راح يخليليه نفس الرقم كأنما دا قل له هذا الرقم هو عبارة عن هكسا ديسيموم خليليه بالرجستر وقلنا الرجستر تعامله هكسا ديسيموم فمراحي غيرها اذا قلت لي بي اذا قلت لي بي لازم دا اقول لي كأنما هنانا تعامله باينري نمبر باينري نمبر فهنانا دا اقول لي باينري نمبر ش هستخدم لازم وان زيرو وان زيرو عجي هنا ش راح يسوي راح يشوف هذا الوان زيرو البيانري نمبر راح يجي حول الى وين الى رقم الى رقم هكسا ديسيموم الى رقم هكسا ديسيموم ويخليه باللو او الهاي حسب حجم الرقم اربع بايت ثمانية بايت ياخذ ستعاش بايت زيم اذا ما كتبنا اي شي مجرد افناه مثلا واحد ثلاثة ثلاثة هذا الرقم راح يعتبره كديسيموم رقم كديسيموم راح يجي يحول هذا الرقم بالديسيموم يحول الى هكسا نمبر يحولها الى خمسة واثموري وكتبها وين كتبها بالرجستر زيم هاي بداية شنون نخلي ارقام بالميموري بالرجستر ازمارة السي بيو زيان هس اني هاي الآي آي اكس هاي ال�133 اريد اخليها وين اريد اخليها بالبي اكس اخلي over x بي اكس بي اكس اخلي بها اي اكس هذا الترتيب move bxam راح يعتبر automatically المصدر اللي راح تجي منيها القيمة راح يعتبر اي ابأكس هي المكان اللي راح نخلي لأى القيمة دائما اول رقام اول رقام اول رقام او اول رجستار هي اللي راح تنتخلى بها القيمة الروجستار الثانية هي اللي راح ناخد معدها القيمة فرح يجي رح يجي بالذاكرة يشوف اش قد اكو بالسنجل ستيب فنتبع البرنامج موف اي اكس موف اي اكس اي اكس رح يجي يخلي بها مية وثلاثة وثلاثين وبالخطوة الوراها رح يجيب المية وثلاثة وثلاثين موجودة بالاي اكس خليها هو يخليها بالبي اكس طبعا انو نكبر الرقام مثلا خلي فد واحد ثنين 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 اتش هي تمثلي ستعاش بت بالنسبة للباينري نمبر فراح يستخدم كل الميموري راح يستخدم كلها ليش لانه كل رقم هكسة كل رقم هكسة يمثلي يمثلي اربعة بت بالنسبة للباينري اكي هذا النوع الاول اللي يتعامل بين رجستار ورجستار نسميه الرجستار طبعا او رجستار ادرسينج مود اليميديات المدي اليميديات ادرسينج مود هو هذا نسة هذا اللي يقبل انخلي قيمة بالرجستار زين موف اي اكس مثلا سي اتش تحت اي اي اج